مرحبا بهذا الفيديو رح نتعرف كيف ننقل حساب من الفيسبوك من جهاز لجهاز في حال ما كنا حفظين كلمة السر ما بنعرف الإيميل أو رقم الهاتف أو ما عندنا وصول للإيميل أو رقم الهاتف تابع الفيديو للنهاية لحتى نتعرف على كل هاي الخطوات الجهاز الأول عندنا الفيسبوك رح نفتحه فيه والجهاز الثاني الفيسبوك مفتوح فيه وحاليا الطريقة كالآتي رح نضغط على ثلاث خطوط بعدها رح يظهر عندي مجموعة من الخيارات ننزل للأسفل لخيار الإعدادات والخصوصية بعدها الخيار الإعدادات من هوا رح يكون موجود عندي أول خيار من الأعلى والهوى التفاصيل الشخصية نضغط على التفاصيل الشخصية رح يعطيني هاي الصفحة ننزل كمان بهاي الصفحة رح نضغط على التفاصيل الشخصية من هوا رح تظهر عنا معلومات حسابك في حال كنت مدخل رقم هاتف أو جيميل أو إيميل وما عندك وصول لإله رح نعرف كيف ننقله بدون ما بنحتاج الجيميل أو رقم الهاتف القديم أو حتى كلمات إسر نضغط على معلومات الاتصال من هوا رح نضغط على إضافة جهة اتصال جديدة من الأسفل رح يعطيك خيارين ممكن نضيف رقم الهاتف ممكن نضيف البريد الإلكتروني اللي تم إضافته إلو رقم الهاتف أو البريد الإلكتروني بعدها رح نضغط على التالي من الأسفل ننتظر لحتى ينقلنا لرمز التأكيد الجيميل حاليا موجود عندي بالحساب اللي بدنا ننضيف أو بدنا ننقل له حساب الفيسبوك هذا هو الجيميل فتحنا ووصلنا كود من الفيسبوك والهو ستة 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 صفر هداعش نير رح نضغط على التالي لحتى ينقلنا للخطوة اللي بعدها ننتظر لحتى ننتقل للخطوة اللي بعدها بهيك تم إضافة عنوان أو عنوان الجيميل الجديد لحساب الفيسبوك بدون ما بيأثر على حساب الفيسبوك أو إضافة رقم الهاتف منه رح نعطي إقلاق انتقلنا للجهاز أو للهاتف الآخر للهاتف الجديد بدنا ننقله حساب الفيسبوك أو ممكن بنفس الجهاز في حال انت بدك تحذف البريد الإلكتروني أو تستخدم فقط البريد الإلكتروني الجديد في حال ما كان عندك وصول البريد الإلكتروني القديم أو لرقم الهاتف هون دخلنا عنوان البريد الإلكتروني الجديد ما بنعرف كلمة السر رح نضغط هل نسيت كلمة السر رح يعطينا مباشرة البحث عن حسابك ادخل رقم الهاتف نحن لأنه مستخدمين البريد الالكتروني نضغط من الأسفل بحث باستخدام البريد الالكتروني في حال أنك كنت مدخل رقم الهاتف رح تكتب رقم الهاتف نضغط رح ندخل عنوان الجيميل كتبنا عنوان الجيميل رح نضغط على بحث عن الحساب من هون مباشرة رح يعطيك صورة حسابك كل معلومات حسابك تم قم بتسجيل الدخول لإعادة تعيين كلمة السر رح نضغط على متابق أو ممكن نستخدم جرب طريقة أخرى من الأسفر رح نضغط على جرب طريقة أخرى في عندي مجموعة من الطرق منها تلقي رمز عبر إشعار الفيسبوك منها الحصول على رمز أو الرابط عبر البيد الإلكتروني لأن في عندنا وصول البيد الإلكتروني الجديد رح نختار الوصول الحصول على الرمز من خلال البيد الإلكتروني ورح نضغط على متابعة من الأسفر مباشرة رح يعطيك تأكيد حسابك رح يرسلك عنوان جيميل من خلاله رح يكون موجود فيه رمز أو تأكيد حسابك فتحنا الجيميل هون يعطينا رأدخل لرمز إعادة تعيين كلمة السر أو الضغط على تغيير كلمة السر رح نأخذ الرمز نعمل نسخ للرمز نعمله لسق بالفيسبوك ونعيد تعيين كلمات السر رح نضغط لنلسق الكود بعدها رح نضغط على متابعة بعد هاي الخطوة رح يطلب مننا كتابة كلمة السر جديدة رح نكتب كلمة السر الجديدة بدون الحاجة لكلمة السر القديم رح نعطيه متابعة مباشرة أو ممكن تضغط بالدائرة يجب تسجيل الخروج من الأجهزة الأخرى في حال بدك تخلي الفيسبوك فاتح بالجهاز الآخر ما في مشكلة بالشيل الصح رح نضغط باعتها على متابعة بعدها رح يطلب منك الوصول إلى الموقع رح نعطيه رفض ومن هون هل تريد حفظ معلومات تسجيل الدخول ممكن تعطيه حفظ في حال بدك تحفظ معلومات تسجيل الدخول أو نعطيه ليسنر رح نعطيه حفظ وبهيك فتحنا حسابنا الفيسبوك على الجهاز آخر بدون ما بنعرف كلمة السر بدون ما بنعرف الإيميل أو رقم الهاتف أو في حال ما كان عندنا وصول ونفس هاي الخطوات فيك تستخدمها على نفس الجهاز لحتى ترجع تعين كلمة سر جديدة أو رقم هاتف أو إيميل جديد إذا عجبكم الفيديو حطوا لايك على هذا الفيديو واشتركوا بالقناة فعل الجرس وشارك الفيديو مع أصدقائك وكل حتي يستفيدوا من هاي الميزات ولأي السؤال لأي استفسار فيك ترسلوني حسباتي التواصل الاجتماعي رح تكون بالوصف أسفل الفيديو